ولذلك في شوية حاجات احنا لازم نعملها عشان نقدر نتعامل مع قضية الخصوصية ولذلك من ثمار الاحترام هو الحفاظ على الخصوصية والخصوصية دي بتوفر الامان الزواجي لكل من الطرفين فيحس انه هو مستقل عن الطرف الاخر وعلى فكرة احساس كل طرف انه هو مستقل عن الطرف الاخر ده مهم عشان يبقى كل واحد بيقدم قيمة اضافية في الجواز ويحس انه عنده مساحة امنة ويستطيع انه هو يبدع في حب حبيبه الحاجة التانية انه وجوده خصوصية بيزيد الثقة الزواجية الثقة هتزيد لما كل شريك في الحياة يسيب لي شريك حياته مساحة شخصية ما يتدخلش فيها فيحرص على انه يكون جدير بهذه الثقة الحاجة التالتة انه وجوده الخصوصية بيحفظ الجواز من الاختناق الزواجي ظاهرة مهمة جدا لما شريك الحياة يحرص انه ما يعرفش كل التفاصيل فالزوجة او الزوج ما يحسوش بانهما مختنقين طب نعمل ايه بقى وموضع على فكرة وكمان الخصوصية هتمنع الدعاوة المبالغ فيها والاحتيال الزواجي الدعاوة المبالغ فيها للاستقلال الزواجي والاحتيال الزواجي على اني انا ببحث عن مساحة خصوصية فيحتالي الزوج على زوجته يروح يكلم حد تاني وممكن كمان كمان الخصوصية تساعد على التركيز الزواجي على السعادة الزوجية واحترام شريك الحياة احنا بقى محتاجين نقول اجراءات بسرعة تساعدنا على ده اول حاجة فيه شوية ممنوعات بلاش نطلب كلمة السر للموبايل او حساب الفيسبوك او مواقع التواصل الخاصة بشريك الحياة دي اول حاجة تاني حاجة محدش اسأل عن تفاصيل المكالمات العاطفية الخاصة بشريك الحياة الا بغرض الاطمئنان لما يكون فيه حاجة تقلق وشها تقلب وشه تقلب ساعتها اسأل لكن غير كده انا مش محتاج ان انا اسأل لو هو فيه حاجة يجيه اقول لي ما حاولش اصنع من شريك الحياة كربون مني عدم كربانت انا بسميها عدم كربانت شريك الحياة شريك الحياة شخص كامل الاهلية وليه صفاته وليه ثقافته وده بيضيف في الحياة الزوجية وعشان كده ما نعملش الحياة دي طب ايه بقى اللي احنا المطلوبات عايزين كل واحد فينا يبقى مستشار لشريك حياة ويقدم له استشارات باعتباره صديق لا مراقب الحاجة التانية والمهمة ان الدعم اليوم لشريك الحياة بايه بقى باننا نشجعه واساعده وخاصة اساعده في المسار التعليمي والثقافي بتاهم والهويات اللي وقع عنده وكمان احنا محتاجين حاجة كمان عشان نحافظ بيها على اسرارنا وعلى مسألة احنا نساعد شريك حياتنا على انه يحتفظ باسراره لو جاي يحكي لي حاجة وهو خايف ومتحرج انه يحكي لي اقول له انا مش محتاج انا محتاج بس ان انا اتطمن عليك طمنني بس عليك وانا مش محتاج ان انا اعرف اي حاجة ليه طيب لان في اوقات كتيرة بيتلغبط شريك الحياة بيبقى حاسس انه واجب عليه انه هو يعمل ايه واجب عليه انه هو يقول اسراره فببعض الاحيين ان انا اتطوع وقول لشريك الحياة ان انا ما عنديش تشوف ان انا اعرف اسراره ده بيساعده على انه هو يكون في حالة اهدأ وفي حالة اكثر اتزانا يا سادة الاسرار في الحقيقة ده نوع من انواع الحفاظ على الهوية ما نحاولش نهدد هوية بعض لان محاولتنا لتهديد هوية بعض ممكن يخلينا ببساطة ندخل في اوقات صعبة نعم اذا احنا لازم ببساطة وبهدوء نحافظ على كل واحد فينا على هوية الاخر عشان نقدر ببساطة نفضل دايما كل واحد فينا ليه امته في حياته الزوجية وربنا سبحانه وتعالى يجعل كل واحد فينا مدد للاخر اسرارنا لو حفظنا عليها بشكل متزن هيكون كل واحد فينا في امان وفي احترام وكمان في استقرار